اهلا بكم النهاردة عمل لكم فكهة الكيوي بطريقة سهلة جدا وبطريقة جديدة هعملها من البقايا الخيوط عملها باللون الاخضر المفوض كان يبقى فاتح شوية لكن انا هعملها باغمق شوية لان هو دلانج وكذلك الصمرة نفسها القشرة بتاعتها بتبقى اغمق شوية من لون البيج بس يعني عملوها انتوا بالاغمق شوية هنبتجي نعمل دايرة سحرية بالشكل ده هعمل فيها ستة ورس حش واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونقفل الدائرة بالشكل ده هنعمل منزلقة ونعمل سلسلة وفي نفس الغرزة هنعمل حشو الغرزة التانية هنعمل برضو اثنين حشو هخلص الست غرز حشو هيبقوا اثناشر غرزة حشو لان نحن هنعمل تزايد في كل الغرز يبقى احنا عملنا السطر ده كله تزايد يعني كل غرزة هيبقى فيها اتنين كل حشو هيبقى في اتنين حشو وهنعمل منزلقة هنعمل سلسلة ونعتبر جيه اول غرزة حشو التانية هنعمل تزايد حشو تزايد هخلصهم ورقة هنعمل منزلقة وفي نفس الغرزة هنعمل حشو واللي بعدها اثنين حشو اثنين حشو فرجي تزايد فرجي تزايد فرجي هنعمل منزلقة بالشكل ده واعمل سلسلة واقص. هنبتدي نعمل غرزة بالشكل ده. وفي اي غرزة من دول هنسحبها. ونعتبر دية غرزة. ولي جنبها يبقى دي فرجي ودي فرجي. ولي جنبها هنعمل تزايد. فرجي. فرجي. تزايد. فرجي. 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 منزلقة. وعمل سلسلة. يبقى كده واحد. اتنين. تلاتة. ثلاثة. يبقى ثلاثة فرجي. والربعة. تزايد. واحد. اتنين. اتنين. تلاتة. ثلاثة. ثلاثة. تلاتة أربعة تزايد واحد انين تلاتة أربعة تزايد الوقت دعونك ت加 Pot احبط سبت 36 مرزة حشو بالشكل ده هخلص السطر السبات وارجع بالشكل ده هعمل في الفراهن سبات في كل الغرز يعني الستة وتلاتين هيوضروا ستة وتلاتين والمفروض تحطوا العلامة عشان ما تغلطوش انا هعمل انا عملت سطر هعمل خمس اسطر تاني وارجع ده خلصت ستة اسطر سبات على ستة وتلاتين غرزة حشو هنبتدي نعمل تناقص هنحط لازم علامة وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة تنقص واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة تناقص فخلص السطر وراء خلصت السطر اربعة تناقص تناقص يعني بنعمل اربعة فرجة واللي بعدها تناقص هنعمل واحد 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 اتنين تلاتة تناقص تناقص هخلص هخلص السطر وارجع كده خلص السطر هنقل العلامة وهعمل واحد اتنين تناقص واحد اتنين تناقص هخلص السطر وارجع كده خلص السطر هنقل العلامة وهعمل حشو تناقص تناقص هجو تناقص هخلص السطر وارجع هبتدي احشي هشي اللي علامة هبتدي 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 كده خلص الحشو هنبتدي نعمل تناقص في كله هنحط العلامة وضغط كده بسبعي وانعمل تناقص في كل الغرز يعني الاثناشر هيب وستة هخلص المرقع بالشكل ده خلصت هاوصي الخيط واسحب وبالابرة كده السته هرص دول هسحب كده سحبته وشدت كده وهبتدي هخرج الخيط من اي مكان بالشكل ده اهي شكل كيو بالضبط بس اهم حاجة الالوان البيج يبقى اقمع والاخضر يبقى افتح هني بتجي نعمل دخل الخيط لك كده بالشكل ده هناخد هناخدها من عندي الابيض كده للاخضر ونعمل واحدة ونسيب واحدة يعني نعمل فورزة ونسيب التانية بالشكل ده نعمل واحدة ونسيب التانية هخلصهم بالشكل ده ورقة بالشكل ده هنخرج الخيط كده هنقصه ونقصه وبالخيط الابيض هنعمل اشتركوا في القناة هخلصهم بالشكل ده ورقة بالشكل ده هنعمل اخر واحدة وهبطع الخيط بالشكل ده خلص هتلك وي احنا عادي نعمل دور تاني باللا بالاسود هتبقى شكلها حل وقوي يا ربي الفيديو عقبكم ولو عقبكم ما تنسوش تعملوا للاقيكم الشراك عشان يوصل لكم كل جيد